انت طيب وكل سنة وانت متقلق خدوا بالحضراتكم لو ربنا اداني يعني صحة وطلطل عمر وكنت موجود هنا في نفس المكان ده زي دلوقتي كده بس السنة الجاية تعالوا بقى نتكلم بجد على مسلماني لان انا شايف ان الراجل ده لغاية اللحظة ما خدش فرصته كاملة رغم كل انجازاته مع الفريق الاول في النادي الاهلي لكن ان الراجل الحقيقة يعني جابوه من الدار للنار الراجل جيه والحقيقة ما اصرش وما خزلش الفرقة ما خدش فترة اعداد كاملة يقدر يحضر ويجهز ويحفظ لعبته على طريقته اسلوب لعبه ومن بطولة لبطولة ومن مسابقة لمسابقة ومن جوه مصر لبرة مصر ما خدش بريك حتى يعرف ياخد في نفسه مع اللعيبة ويحضر معاهم فترة اعداد ويختار اللعيبة اللي ممكن تكون عندها القدرة على انها تنفذ طريقته اسلوبه وفكره وتظهر كورت النادي الاهلي معاه بالشكل اللي يعبر عن قدرات مسلماني كمدير فني ده ممكن يحصل امتى اعتقد في ظن يعني انه التجربة عشان تكتمل بالنسبة للحكمة على مسلماني لا نستنى سيزي النجاي ده واحد اتنين وده في منتقى الاهمية عشان يعني الموضوع ده قتلة بحسن والكلام بقى فيه كتير قوي 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 والكلام بقى بايخ ورزل ومالوش منطق ومالوش معنى نفس التكلمة على مسلماني يعني اقصد هتولي اسم مدرب مدير فني جي حط هنا الرحال على الارض مصر على مدارة تاريخ الرياضة المصرية كلها في 8 شهور حقق الالقاب دي بما فيهم قصولة النادي الاهل ايمان والجوزيل بما فيهم هديكوتي بما فيهم قول زي ما انت عايز تقول كان محلي كان مصري في 8 شهور اتنين بطولة دوري ابطال في 8 شهور كاس سوبر افريقيا في 8 شهور برونزيت كاس عالم في 8 شهور كاس مصر مين فتش بقى في التاريخ براحتك ولو لقيت حاجة بقى تعالى يعني سمعني ولسه طبعا عنده سوبر محلي لسه ما تلعبش وان شاء الله باذن الله عندنا سوبر افريقيا الجديد قبل ما البطولة اعتقد بقى هننتظم يعني فكرة انه السوبر ده دايما بطولة بتتلعب قبل ما سيزن يبتدي طبعا احنا لعبنا سوبر افريقيا في نص الموسم كان مفترض انه يتلعب بعد نهائي البطولتين السنة اللي فاتت بس طبعا عشان ظروف تأخير البطولات وكورونا واوي الى اخره اتأجل عندنا سوبر المحلي كان مفترض يتلعب قبل ما سيزن يبتدي مفترض ان احنا هنلعبه يمكن في اخر السيزن فكرا